ارسلت الحكومة الكندية فريق تدخل خاص في حالة الطوارئ إلى الفلبين لدعم ومساعدة ألوف المنكوبين في عقاب الأعصار هايان وأوضح أمس الاثنين وزير الخارجية الكندي جون بيرد أنه تم إرسال طائرة من طراز C-17 وعلى متنها فريق من القوات الكندية العسكرية مجهز بالمعدات وقد سبق ودعت أتوى الكنديين للتبرع بيسخاء لدعم صندوق المساعدة الطارئة الذي أنشأته الحكومة والذي من خلاله ستعادل الحكومة كافة التبرعات الكندية ومن تاريخ مرور الأعصار بالأرخبيل الفلبيني يوم الجمعة الماضي اعتمدت الحكومة الكندية سلسلة من الإجراءات لدعم ومساعدة المنكوبين من خلال تخصيص مساعدة مالية مباشرة بقيمة 5 ملايين دولار للمنظمات الإنسانية العاملة في الفلبين كما استدعت أتوى فريق دعم استراتيجي لتقييم الاحتياجات الآنية ميدانيا بدأت اليوم الثلاثاء المحكمة العليا في كندا بالنظر في قضية إصلاح مجلس الشيوخ وما إذا كان باستطاعة الحكومة الفيدرالية إصلاح المجلس الأعلى أو إلغاءه بدون استشارة حكومات المقاطعات الكندية الجدير ذكره هو أن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر وفي أعقاب انتخابه مذو قرابة 7 سنوات وعد بإدخال تعديلات على مجلس الشيوخ إنما لم يتمكن من القيم بذلك لغاية الساعة وليس باستطاعة هاربر التحرك باتجاه إدخال تعديلات على مجلس الشيوخ أو إلغاءه إلا بعد أن تصدر المحكمة الكندية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد قرارا بهذا الخصوص علما أن الشهر الماضي صدر قرار عن محكمة الاستئناف في كابك مفاده أنه من غير الدستوري اعتماد مشروع القانون رقم 7 دون موافقة سبع مقاطعات كندية على أقل تقدير تمثل 50% من عدد السكان في كندا هذا علما أن الحكومة الفيدرالية كانت ترغب في فرض مدة محددة على ولاية أعضاء مجلس الشيوخ وبأن يصار إلى انتخاب الأعضاء وليس تعيينهم كما هو الوضع حاليا ويرى بعض الخبراء بأن المحكمة العليا التي ستعكف على دراسة الملف على مدى ثلاثة أيام لن تعطي الضوء الأخضر لأتوى لتنفيذ ما يرغب به رئيس الوزراء تم تخصيص مبلغ 460 مليون دولار لتحديث مبنى مصر في كندا المركزي الواقع على شارع ويلنغتون في مدينة أتوى على أن تبدأ الأعمال في مطلع العام المقبل وتستمر على مدى ثلاث سنوات وتتطلب عملية التحديث أقفال المبنى الحالي ونقل الموظفين البلغ عددهم 1200 موظف بشكل تدريج إلى مقر آخر إلى حين الانتهاء من أعمال الترميم وبدأت بالفعل عملية ناقل الموظفين خلال فصل الصيف الماضي وستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر كانون الأول المقبل أعلنت أمس الأثنين رئيسة الوزراء في مقاطعة أونتيريو كاثلين وين عن تخصيص مبلغ مليون دولار للصليب الأحمر لدعم المنظمة في دعم عمليات الإنقاذ في الفليبين وعبرت وين عن دعمها لكل الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم وأقرباءهم في الفليبين خلال هذه المحنة العصيبة كما تعهدت رئيسة الوزراء بتقديم المساعدة خلال الأيام المقبلة بناء على الاحتياجات المطلوبة في أعقاب ما ألت إليه الأوضاع بسبب الأعصار هيا مع الإشارة إلى أن قرابة 300 ألف مواطن في مقاطعة أونتيريو هم من أصول فليبينية وفقا لأحدث تعداد سكان جراء في كندا لن يتم إلزام العضو في مجلس الشيوخ الكندي باتريكي برازو بتسديد المبالغ التي يجب أن يعيدها إلى المجلس الأعلى خلال تعليق عضويته على مدى سنتين فتجدر الإشارة إلى أن برازو مدين بمبلغ 48 ألف و745 دولار للمجلس الأعلى بسبب حصوله على نفقات غير مبررة تتعلق بالسكن وبما أن برازو كان يدعي البراءة ويرفض تسديد المبلغ المستحق قرر مجلس الشيوخ اقتطاع 20% من راتبه لتسديد المستحقات ومع تعليق عضويته فأن المجلس الأعلى لن يتمكن من استعادة الأموال المستحقة أثناء تعليق عضويات برازو عبر المعلق رياضي أصليت اللسان دونت شيري والذي كان ضيف شرف أثناء فوز روب فورد في السباق على ترشح لرئاسة البلدية عام 2010 عن خيبة أمله من رئيس البلدية في تورونتو نعيد التذكير أن يوم الثلاثاء الماضي اعترف رئيس بلدية تورونتو أنه سبق وطعات المخدرات وبعد مرور يومين ظهر رئيس البلدية على شريط مصور تحت وطأة الكحول وهو يتهدد ويتوعد بقتل رجل مجهول الهوية وعلق دونت شيري المعروف بتعليقاته اللاذع عبر برنامج هاكي نايت إن كندا عبر قناة سي بي سي على الوضع في تورونتو قائلا أنه باستثناء كل ما أشيع مؤخرا فإن فورد أنجز عملا جيدا على رئيس البلدية علما أنه في عقاب وصول فورد إلى رئاسة البلدية في تورونتو قال دونت شيري أن فورد سيصبح من أعظم الرؤساء في البلدية من جهة أخرى ألقى فورد خطابا بمناسبة حفل جرى أمس لإحياء ذكرى قدامى المحاربين حيث واجه صرخات اعتراض في بداية كلمته إنما في نهاية الخطاب صفق له الحضور مع هذا الخبر ينتهي الموجز نلتقي مجددا على رأس الساعة